قبل نحو أربع سنوات أحلت الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب يتضمن مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي الذي يعود إلى العام 1962 حيث اعتبرت الحكومة حينها أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لاعتبارات عدة أبرزها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع الدستوري 2011 والتزامات المغرب الدولية مرت شهور ومن ثم مرت سنوات وظل مشروع القانون الجنائي هذا يراوح مكانه في مجلس النواب دون أن يتجه نحو المصادقة عليه فنسخة المشروع لم تحظى لحد الآن بموافقة كل أعضاء الحكومة بسبب النقاط الخلافية بين الأحزاب حول الحريات الفرضية والإجهاد ونقطة الخلاف الأساس والتي ينصب النقاش حولها منذ سنوات هي فصول مشروع القانون الجنائي المتعلق أو المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع حزب العدالة والتنمية يدعو إلى أن يشمل تجريم الإثراء غير المشروع كل موظف عمومي ملزم بالتصريح بممتلكاته وأولاده القصرين إضافة إلى الغرامة والمصادرة والحرمان من تولي الوظائف العامة وجعلوا إثبات براءة المتهم على المتهم نفسه وليس على النيابة العامة وجهة النظر الثانية ويدافع عنها التجمع الوطني للأحرار والاتحاد للشراكي والحركة الشعبية تذهب بأن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات تهمة الإثراء غير المشروع وأن لا تكون المتابعة إلا بعد دقاعد الموظف أو انتهاء مدته الانتدابية أما حزب الاستقلال فيدعو إلى أن تشمل جريمة الإثراء كل موظف عمومي يتصرف في المال العام سواء كان ملزما بالتصريح بممتلكاته أو لم يكن ملزما على أن يعاقب في أي اختلال يرتكبه بعقوبات تتراوح بين السجن النافذ والغرامة والمصادرة والحرمال من أي وظيفة أو مهمة انتدابية هذا الانسداد الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي في المغرب اعتبره وزير العدل محمد بن عبدالقادر أمرا طبيعيا ودفع عن حق الحكومة الحالية في أن تحاط علما بهذا القانون لتتخذ القرار المناسب على حد تعبيره في المقابل عبر برلمانيون عن حزب الأصالة والمعاصرة عن خشيتهم من طريقة تفعيل جريمة الإثراء غير المشروع معتبرين أن هذه الجريمة هولامية ومرنة وقابلة للتوظيف لتصفية الحسابات كما دعوا إلى ضبط النص وتدقيقه من كل الجوانب اشتركوا في القناة